طيب في النقطة الثانية خلي إذا بعد إذنك مكتوب أذكر الطريق والإحسانات الإلهية وضحنا إيها شوي أكتر الفكرة دكتور باسر زي ما حضرتك قلت أن النبي كان دايما يروح ورجال الله يروحه لدود يقول له أنت فاكر إزاي أنت كنت من وراء الغنم وهل ناسي كل اللي عملوا معاك الرب في الفترة الفاتت دايما أخي نظار الإنسان يذكر الأمر المؤلم دايما يذكر الأمور المؤلمة الحاصلة في حياته السنة اللي فاتت أو الشهر اللي فات يا أخي أذكر الطريق والإحسانات الإلهية فأذكر إذا ربنا أكرمك وهنا في سفر التثنيئ الصح 8 قال له أذكر كيف أزلك وأجاعك بس كان لفيدتك من سفر التثنيئة في سفر التثنيئة أصحاح 8 فمسا حضرته بيقوله كده وتتذكر كل الطريق تذكر بقى الطريق والإحسانات الإلهية التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الإربعين سنة في القفل وفي هذا الأصحاح يذكر أنه أزلك وأجاعك ثلاث مرات يقول كده لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك يمتحنك أحسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعونا في تجارب متونوة يبقى ربنا بيجزني في تجربة عشان يمتحني الحاجة الثانية فأيا ثلاثة فاذكر فأزلك وأجاعك وأطعمك المن يبقى حاجة تانية أزلك وأجاعك وخلى عندك نوع من الاحتياج أتاري ربنا عايز يقودك أنك تشبع بالمن والمن فيه إشارة للمسيح قال أنا هو المن أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياه للعالم أبائكم أكلوا المن في البرية وماتوا أنا هو المن الحقيقي فلما ربنا فاكر لما أزلك فاكر لما كان عندك احتياج فقريت على المسيح عشان تتغذى عليه يبقى مش أزلك وأجاعك عشان هو عايز يزلك ولا عساني عشان يجوعك لكن أطعمك المن والأخيرة أنه في آية 16 يقول كده الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أبائك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك فحتى اختبارات الزل حتى اختبارات الألم لما أتذكرها أتذكرها بكل الخير لأن ربنا أجازني في اختبار مؤلم عشان أعرف حقيقة نفسي قدي أنا وحش وقابل للتزمر وبعدين جوعني بس أطعمني بشخصه سندني ما سبنيش جعان والحاجة الثالثة أتري ربنا قاصد خيري الأبدي لكي يحسن إليك في آخرتك لكن قاله كمان اتذكر حاجة تاني أي أربعة السيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه الاربعين سنة يبقى اتذكر الماضي والنعمة الغنية نمر واحد نمر اتنين اتذكر الطريقة والإحسانات الإلهية اتذكر ايه اتذكر أني سيابك لم تبلع عليك تخيل حضرتك أنها موجزة بكل المقييس نعم أن الطفل طلع من أرض مصر سنه يوم وصل أرض كنعان سنه أربعين سنة سيابه لم تبلع عليه ورجله لم تتورم يعني معجزة أنه كان يطول وسيابه تطول معاه أمه عملت له شراب صوف من تاع أرض مصر شراب قطن مدين إيجيب يبقى قطن أكيد عملته شراب قطن في رجله هو كنتفر صغير وصل أرض كنعان لابس حضرتك حزاء مقاس 43 إيهو ده قال له ما تتذكر يا أخي الحاجات الحلوة دي طب لا أتذكر أني ربنا أزلني صح وجوعني صح بس عشان تلت حاجات علشان يعرف ما في قلبك علشان يطعمك المن عشان يحسن إليك في آخرتك يبقى لا يزل من القلب مش عايز ربنا يجوع كل اختبار مؤلم في حياتنا له بركة كل اختبار جميل وممتع في حياتنا المفروض أني إحنا نشكر على المؤلمة ونشكر على الاختبارات المفرحة لأن كلها نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير في نفس الإصحاح في آية 18 بقول بل أذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطي قوة لإصطناع الثروة يعني بشوفه هون من ناحية إيجابية ومع الإجابة عم بيعطي التحذير في آية 19 إذا نسيت الرب إلهك طبعا في العواقب الوخيمة فيه يعني هو عتقولي أنك كنت غاني عشان أنا رجل يعني زاكي وعندي مخ وكده يبقى الحاجة الحلوة أشكره عليه طب الحاجة المؤلمة أشوف قصد الرب من وراها إيه وبرضو أشكر إذا هنا التحريط أو التشجيع العملي حينما أتذكر الطريق والإحسنات الإلهية أركع النهاردة وقول له أشكرك أشكرك على الثروة أشكرك على سيابي التي لم تبلغ أشكرك على رجليا التي لم تتورغ أشكرك على عنايتك ورعايتك ليا طول السنة اللي فاتت أو طول الشهر اللي فات أو طول حياتي الماضية ومن ناحية التانية بشكرك على كل اختبار مؤلم أشكره كل حين على كل شيء عم بشوف يعني فيه وقاية فيه حماية فيه رعاية وفيه هداية في نفس الآية الله عم بعملها كله لا لهم لي تاني ما عرفش طلعت معاية فرعاية وقاية وحماية وهداية وهداية حلوين أوي أوي فإنه رب عم بعملها كله لخير الشعب في القديم تخيل أنه كل يوم ينزل للمن من السماء تخيل أنهم ارتووا من صخرة تابعتهم نعم الصخرة تمشي وتطلع مية ومور عظيمة ناسي ولا بس تتذكر الزل دائماً أي أخبارك السنة اللي فات أخبارك اللي فات أذكر يا أخي حياتي كلها يعني نسيت كل الحاجات الحلوة اللي عملها ربنا معاك اذكر ثيابك لم تبلع عليك ورقلك لم تطورك طب والأمور المؤلمة يا حبيبي لخيرك وطالما تذكر أنها لخيرك في الحالتين حيكون ربنا بشجعك أنك ترك زكرت الترنيم اللي بتقول شكراً لك على الحرية وبعدين شكراً الحلوة والمرة كمان فعم نشوفه فعلاً في معاملات الله مش عادتك بلغة الطبي مش أحياناً فيه دواء يبقى مر مش فيه حياناً حقنة تبقى مؤلمة نعم الطبيب يعني عايز يؤلم المريض أكيد ولا عايز يخففه مش أحياناً الطبيب يجرح بس يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان طيب رح في التحريد التاني الشكر أنه الإنسان يتعلم لغة وحياة الشكر على كل شيء بالضبط في التحريد الأول لما أتذكر الماضي والنعمة الغنية أجري على الناس العبيد وقاله تعالى في واحد اسمه محرر اختبرته اختبرته يعني جربته وحرارك أو لا أحررني فتعالى بوريك المحارة التحريد التاني لما تذكر الطريق والإحسانات الإلهية يبقى أعمل أركع وأشكر على الحلوة والمرة والمرة ترجمة نانسي قنقر